السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المتوقع أن تستمر هذه التساقطات المطرية على مستوى معظم المناطق الشمالية من المغرب وكذلك المناطق الشرقية حيث من المتوقع أن تستمر تساقطات المطرية كل هذا المساء بمنطقة بعرفة بنيتاجي توطات الحاج توريرت وجد النظورة الحسيمة بابرت وكذلك العرائج سليسليمان ريباط وفاس وتزاوه توريرت وكذلك منطقات كيكوطات الحاج خنيفرة خريب كاستات بني ملالة بن جريل مراكو الشرشة وكذلك مرتفعات بنت وكذلك الراشدية إذن من المتوقع إن شاء الله تعرف هذه المناطق نزول زخط مطرية وذلك خلال مساء هذا اليوم ومن المتوقع كذلك تعرف مرتفعات وجزات وكذلك فونسكيت وزاقورة نزول بعد تساقطات المطرية الضائفة والمتفرقة بالنسبة لجنوب المملكة بحول الله فمن المتوقعين الأرفاج وأن صفية نسبيا ما احتماله ببرياح شمالية غربية على مستوى هذه المناطق هدف مخص متابين الكرام حالة التقص الخاصة بمساء هذا اليوم بالنسبة كذلك للساعات الأولى من ليلة هذا اليوم فمن المتوقع دائما إن شاء الله تعرف مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط نزول تساقطات مطارية مهمة على مستوى مراكوش شكادي ربو عشي بامز مزوكي من المتر وكذلك تبان تزيل البني ملال قلات الصرغنة وكذلك البروج زاوية الشيخ ملشي تونفيتا واتزام مخربكا زاوية الشيخ وكذلك غنفرا ومن المتوقع إن شاء الله كذلك نزاري في القارة والرماني والماس من نزول تساقطات مطارية وذلك خلال ليلة هذا اليوم بالنسبة كذلك لمناطق الشمالية من المغرب فكذلك من المتوقع تاري فسكورامتاز وإفران وكذلك كرسيف وتوريرت وتونات والواجهة الشرقية وجدة وبركان والناظر والحسيمة وكذلك متابع الكرام شفشون وأساكن نزول تساقطات مطارية رادية مهمة وذلك خلال فترة مسائية من هذا اليوم هدف مخص متابع الكرام حالة التقص الخاصة بيوم الخميس بالنسبة كذلك للساعات الأولى من صباح يوم الجمعة القادم بحول الله فمن المتوقع أن تستمر هذه التساقطات المطارية على مستوى الواجهة الشرقية للمغرب وجدة توريرت الناظر وكذلك وتطلح جواكيكو وكذلك اختفراء وابن ملالة ميدلت وكذلك هذه البنت التي من المتوقع تاري فى نزول تساقطات تلجية على مستوى مرتفعات هذه المناطق ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تستمر الأجواء في الاستقرار على مستوى المناطق المسطى للمغرب وكذلك الأقاريم الجنوبية خلال فترة بعد الزوال دائما من يومه الجمعة 19 ماي فمن المتوقع دائما أن تستمر هذه التساقطات المطارية على مستوى الواجهة المتوسطية للمغرب وكذلك الواجهة الشرقية وجدة توريرت الناظر الحسيمة ببرد وكذلك تطوانا ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تعرف مدينة تازا وكذلك فاسكيكو واخنفر وكذلك ميدلت وطلحاج وابن ملالة وكذلك سطاة نزول بعد التساقطات المطارية الضعيفة نسبيا ومن المحتمل كذلك أن تعرف من طاقة بورفا نزول تساقطات المطارية خلال فترة بعد الزوال يومه الجمعة ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تعود الأجواء إلى الاستقرار على مستوى المناطق الوسطى للمغرب وكذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة مع احتماله برياحة شمالية قربيا على مستوى هذه المناطق هدف ميقص متابعنا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام لا تنسوا متابعة القناة للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته